السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متبعي للكرام ومتابعي القناة من الاخر الخلاصة لأول مرة الزر في القناة تشترك في القناة بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتب عليك اشتراك وسبسكرايب اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس لأسلة الكل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متبعي للكرام معكم محمد نور الدين خلانا الكلام عن موعد او موعد مباريات دور الستاشر من كأس ايطاليا متبعي الكرام المباريات او مبارا من دور الستاشر مبارات ميلان امام تورينو اللي هتبدأ كمان تقدر تقول كده نصف ساعة وعملت الفيديو على فكرة عنها قبل الفيديو ده على طول المباراة او بين ميلان والتورينو هيكون معادها الساعة تسعة خمسة واربعين دقيقه مساء او عشر للوربع مساء بتوقيت مصر او على فكرة المباريات هتكون بتوقيت مصر في الفيديو ده ولو عايز توقيت او ليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا هو هو توقيت مصر اللي انا بزيع بي دلوقت توقيت الفيديو لو عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت والكتر والباحرين واليامن والعراق مفضلك زود زاعة لتوقيت الفيديو يعني ميلا وطورينو هيكون معدد الساعة 10.45 ديه و11 لربع مساء كمثال يعني لو عايز توقيت الامارات وعمام مفضلك زود ساعتين ف9.45 ديه هكون 11.45 ديه اللي هي 12 لربع يعني ولا عايز توقيت تونس الجزائر والمغرب بنفضلك ال للساعة ف9.45 ديه هكون 8.45 ديه وتسعة لربع مساء ولا عايز توقيت جيريني تشاو موريتانيا همفضلك قلل ساعتين ف9.45 ديه هكون 7.45 ديه عن متبعين الكرام مايلا وطورينو القناة النقلة يعني كل القنوات النقلة لكل المباريات قناة ترييوان و تيت ارتي وان او ايش اي دي و بيتي سبورت وان اي毒 دي وسبر سبورت ايش اي دي تو قلب وده ما يهي مكشف حاجة اللي يهمك في الموضوع أكتر بقى قناة ليبيا الرياضية ودي على النيلسات ودي اللي هتزيع ويكون قناة مفتوحة هتسرق من راي وان حقيقي فعلا هو ده اللي يحصل هتسرق من قناة راي وان اللي هي القناة الأولانية دي وراي وان وراي تو طبعا طيب تردد القناة 11.7.66 أفقي و11.7.65 أفقي أيضا معدر الترميز 27.500 والحاجات التانية دي ممكن تكون تختلف من مكان لمكان يعني إنهم هم دول الأساسيين معان المباريات بقى ميلا وتورينو زي ما قلنا 10 لربع مساء بتوقيت مصر اليوم السلساء 12 ريناير 2021 بكرة أو غدا الأربعاء 13 ريناير 2021 عندنا الثلاث مباريات فيورنتينا أمام انتر ميلا والقناة النقلة زي ما قلنا خلاص ليبيا سبورت أو القناة التانية اللي قدامك دي اللي هي فيش ولا واحدة فيهم هتزيع يعني مش عالنا يلسات فيورنتينا أمام انتر ميلا الساعة 4 عصر ومساء بتوقيت مصر خمسة مساء بتوقيت مكة المكرمة نابولي أمام إمبولي الساعة 6.45 دي أو 7 لربع مساء بتوقيت مصر الساعة 7.45 دي أو 8 لربع مساء بتوقيت مكة المكرمة يوفنتوس أمام جينوان براقوية معادها الساعة 9.45 دي أو 10 لربع مساء بتوقيت مصر الساعة 10.45 دي أو 11 لربع مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 14 يناير 2021 عندنا مبارتين ساسولو أمام سيفال ودي معدها 6.5 مسام بتوقيت مصر وأطلانت أمام كالياري ودي معدها الساعة 10 وربع مسام بتوقيت مصر 11 وربع مسام بتوقيت مكة المكرمة يوم السلساء 19 يناير الأسبوع الجاي زي النهاردة الأسبوع الجاي روما أمام سيبيزيا الساعة 10 وربع مسام بتوقيت مصر والساعة 11 وربع مسام بتوقيت مكة المكرمة ويوم الخميس 21 يناير 2021 يعني زي الخميس اللي جاي مش الخامس اللي جاي لا اللي بعده لاتسيو امام برما في اخر مباريات الجولة او دور الستاشر من كأس ايطاليا والمباراة بعد عشر وربع مسام توقيت مصر وحداشر وربع مسام توقيت مكة المكرمة اتمنى اكون فيدتك في الفيديو كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر الخلاص اشترك في القناة فعلا زر الجرس اعملاك الفيديو انا اسف ان اتأخرت عليكم في موضوع كأس ايطاليا ولكن كان عندي ظروف يعني منعتني في حاجة زي كده لجانب ضغط المباريات انا اسف جدا لحضراتكم نراكم فيديو اخر بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته